من سنين قريبة كانت المخلفات واحدة من أكبر المشكلات اللي بنعاني منها على المستوى البيئي وكانت فرصة اقصادية واستثمارية مهضرة جدا لكن يمكن نقول إن الفترة الأخيرة الدولة اشتغلت على تطوير منظومة المخلفات من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة واللي اهتمت بشكل كبير بعمال المنظومة ووفرت لهم حوافز وكمان غطاء تأميني ودورات تدريبية برح أيضا كان تسليم أول كرنيهات لمزولة مهنة عمال النظافة وده يمكن بعض الحصول على برنامج تدريبي مكسف جدا هكلمنا عن تفاصيله الدكتور ياسر عبدالله محجوب مساعد وزيرة البيئة القائم أيضا بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات صباح الخير عليك صباح خير يمكن ناس كتير تسأل يعني خدوا كرنيهات والكرنيهات دي يعني التحقوا بالمنظومة الحكومية الفايدة إيه على الدولة يعني أنا كمواطن استفدت إيه من هذا الكرنيه طيب خليني أرجع خطوة الوراء طيب قبل المنظومة للدولة وضعاتها لإدارة المخلفات المنظومة دي تم وضعها بالتعاون مع الوزارات وزارة البيئة وزارة التممان محلية وزارة التخطيط المنظومة دي تمثل في بنية تحتية تخص منظومة دولة المخلفات البنية التحتية دي حنا على مدار السنوات السابق ما كانش عندنا بنية تحتية البنية التحتية دي تمثل في مصانع تدوير مخلفات مدافن صحية محطات وسيطة والمحطات الوسيطة دي أماكن مؤقتة لتجميع المخلفات لحين نقلقها المصانع التدوير أو المدافن الصحية اشتغلنا فيها على مدار الثلاث سنوات السابق وكان فيه شك شغال في وزارة الانتاج الحرب بها مصانع تدوير المخلفات وشركة خاص بالمدافن والمحطات الوسيطة وكانت شغالة في الهائة عربية التصنيع المنظومة دي تم عرضها أعتقد أن وزارة الزراع ما بتستفيدش بهذا الأمر من خلال وجود انتاج السماد العضوي لا من الجهات اللي بتستفيد طبعا وفيه جزء كبير يخص المخلفات الزراعية وجزء يخص المخلفات العضوية اللي بيتم انتاج منها السماد العضوي لأراضي الاصلاح الزراعية ممكن استخراج طاقة منه كمان أظن فلما تم عرض المنظومة دي على فخامة رئيس الجمهورية من حوالي 3 سنين وتم إقرارها تم رصد مبالغ مالية لها وبدأنا ننفذ بنية التحتية على مدار 3 سنوات السابق بعد ما نفذنا البنية التحتية محتاجين قطاع خاص بقى يشغل احنا مش هنعمل بنية التحتية وخلاص نوقف على كده قطاع الخاص ده بيحتاج عمالة مدربة عمالة مهيرة قادرة أنها تشغل منظومة فيما يخص مصانع تدوير مخالفات بالذات يمكن المراحل القبل كده برضو بتحتاج عمالة مدربة هي عمالة الجمع وعمالة نظرة الشارع لكن العمالة المخصصة أو المدربة داخل مصانع التدوير دي اللي بنحتاجها خلال كده فحاولنا ان احنا نوقع بروتوكول تم توقع بروتوكول ما بين وزارة العمل ووزارة البيئة ووزارة تضامن البرتوكول ده بيتضمن التزامات على كل وزارة ان احنا اولا نرصد العمالة الغير منتظمة اللي شغالة في منظومة دارة المخالفات وانا بأكد ان هم شغالين في منظومة دارة المخالفات لان خلاص عايزين نستبعد فكر هو عامل زبال او خلافه لا هو يعمل في منظومة دارة المخالفات منظومة دارة المخالفات دي سواء منظومة جمع او تدوير او تخلص امن او منظومة فرس وده كان الهدف الأساسي من البروتوكول إن احنا نحصر للعمالة الغير منتظمة دي يبقى فيه برنامج تدريبي لكل تخصص برنامج تدريبي لعمال الجامع برنامج تدريبي لعمال التدوير وعمال الفرز وبرنامج تدريبي فني وعملي لعمال التخلص الآمن اشتغلنا في البرنامج التدريبي ده بالتعاون مع الوزرات وكاكم واحد ناس دي كلها العدد هو العدد كبير يعني احنا فتحنا باب التسجيل على وزارة البيئة العدد وصل لحوالي سبتة وسبعة تلاف لكن احنا مش ده العدد كمان اللي موجود على الأرض العدد أكبر من كده بكتير لكن لو قلت لك البرنامج التدريبي ده احنا هنعممه على سوعة وشرين محافظة وهنعممه كمان على الشركات اللي شغالة إنها تلتزم إنها البرنامج التدريبي ده تأهل بيه العمالة اللي عندها وتلتزم بالمزايا الاجتماعية والحافظ التأمينية اللي احنا وضعناها للعمالة اللي تم اعطاء التدريب ليهم وتسليمهم كارنات مزاولة النشاط بدأنا بحوالي مرحلة أولى سبعمائة عامل على سبع محافظات وقدناهم بالبرنامج التدريبي المكسر وإحناهم تم تسليم لهم كارت مزاولة النشاط بحيث أن يتم إدراجهم داخل الشركات القائمة والمرخصة ويستفيد من المزايا والحوافظ التأمينية والاجتماعية والطبية اللي بتضاعها وزارة التضامن والمزايا الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية اللي بتتبناها وزارة العمل أيضا الجزء الفني اللي وزارة البيئة اشتغلت عليه إن احنا جبنا أفضل الشركات اللي شغالة في المنظومة ودتهم التدريب العمل التدريب العمل اللي احنا أزلناهم على الأرض وتعاملنا معاهم وأحناهم إزاي يتعامل في المنظومة دي وازاي إجراءات السلامة وداخل المنظومة والسيفتي الخاص بالعملية الجامع وازاي يجمع المخالفات بحيث أن يبقى آلية الجامع بطريقة سليمة صحية وبقية بالتعاون مع أكبر الشركات وأهناهم بحيث أن ما يتم إدراجه داخل القطاع الخاص يبقى فاهم المنظومة كويس وده مرحلة أولى احنا هنتبناها على مدار السبع وعشرين محافظة وأجهزة المجتعات العمرانية إن شاء الله طيب أنا عايزة أعرف الفروقات اللي حصلت يعني بعدما هما حيقدروا يستفيدوا أكيد من تأمين صحي أو من رعاية اجتماعية وكمان فكرة تغيير المسمى في البطاقة الشخصية يعني إحنا بنعمل ريبراندينج أو عادة صنع صورة ذهنية عن المهنة بصفة عامة وعن العاملين بيها وعن طريقة استخلاص المواد اللي قد تكون دات فايدة اقتصادية كبيرة من هذه المهنة يعني حضرتك قولنا كل ده حصل بهدف اقتصادي وبهدف معنوي وبهدف تأميني يعني كل الأهداف إيه؟ طيب لا هرجع برضو زي ما قلت حضرتك لما عملنا دراسة الوضع الراهن لقينا أن فيه مناطق كتير مناطق فرز عشوائي للمخلفات سواء موجودة في القاهرة الكبرى أو في محافظات الدلتا المناطق دي عملنا لها دراسة بحيث أن أنا أهل المناطق دي ويتعاملوا مع المخلفات بطريقة سليمة صحية وبقية كم بيحصل في الفرز العشوائي؟ بيحصل أن المخلفات بتروح أماكن فرز عشوائي داخل الكتلة السكنية بيفرز بإيده المكون العضوي مع الغيره العضوي قلية الفرز ما بتتمش بطريقة سليمة صحية وبقية كل المخلفات بيتم التخلص منها بطريقة عشوائية ممكن جزء بالحرق المخلفات بقى اللي هو مش محتاجها فالقلية غير سليمة صحية وبقية داخل المجتمع ده فبدأنا أن احنا نعمل دراسة للوضع الراهن داخل المناطق دي بحيث أن أنا أحاولها من مناطق بتتعامل مع المخلفات بطريقة غير صحية وغير بقية بطريقة سليمة صحية وبقية يمكن المناطق دي عددها والدراسة اللي احنا عملناها داخل وزارة البيئة بدأنا تدرجيا أن احنا نبدأ بمناطق وجبنا جهز شرية وتعاملنا دلوقتي مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية نحن خصصنا ليهم سكن وبدأنا بمنطقة 15 مايو اللي هي الزرايب وفيه سكن دلوقتي خاص ليهم وبنخصص لهم مناطق فرز قدام السكن متوفقة مع الشرطات البقية أماكن يقدر يفرز بطريقة سليمة بقيا المخلفات البقية يوجهها للمصنع القريب ليه وفيه مصانع لتدوير المخلفات قريب لمنطقة 15 مايو بحيث أنه ياخد الجزء اللي هو عايزه الجزء الخاص بالمفروزات اللي ما بيأسرش على البيئة ويتم فرز بطريقة سليمة صحية وبقيا والباقي بيتم توجيهه لمصنع تدوير المخلفات يمكن المنظومة دي لها أبعاد كتير بجانب أننا العمالة اللي أنا بأهيلها للعمل داخل المنظومة وبتشتغل وعمالة مدربة أننا أنشأت لها حوافز صحية واجتماعية وبقية واجتماعية كل الحوافز دي بجانب أن المواد اللي بتطلع من المنظومة دي لها عائد اقتصادي عن المنظومة طبع عائد الاقتصادي ده سواء بلاستيك أو كارتون أو خلافه جزء زي ما حركت كلمت فيه هو الجزء الأكبر من مخلفات الجزء العضوي جزء العضوي ده فخامة رئيس الجمهورية الأراضي لاستصلاح الزراعي اللي شغالين فيها دلوقتي اللي وصلت لحوالي 6 مليون فدان سواء في منطقة مستقبل مصر أنا شواء مستقبل مصر أو الأوانات كل الأراضي دي بتستوعب كمية كبيرة من السماد العضوي المطابق للمواصفات عندنا مواصفة للسماد العضوي المنتج من المخلفات سواء المخلفات البلدية أو المخلفات الزراعية كل ده اقتصاد للدولة بجانب الجزء ده فيه جزء آخر للصناعات الكسيفة للطاقة طاقة زي مصانع الأسمنت بتستهلك طاقة كبيرة فبتاخد جزء من المخلفات دي اللي فيه الكيمة الحالية العالية هو الوقود البديل للأردي إف بيدخل داخل مصانع الأسمنت كوقوب بديل فالمنظومة شغالة يعني لما نستكمل المنظومة بنسبة 100% هو حاليا كل اللي بتكلم فيه مع حضرتك ده شغال وعندنا مصانع قائمة بتعمل إنتاج للسماعات العضوية والأردي إف والمفروزات وإحنا عايزين نوصل لنسبة معالجة 100% من المخلفات المتولدة عن جمهورية مصر العربية يمكن إحنا عندنا تحدي التحدي ده إن كمية المخلفات المتولدة عالية جدا حوالي 60 ألف طن يومية من مخلفات بلدية بتوصل لـ 25 دولة إيه اللي بتفرز منها وإيه اللي بنستفيد منه وإيه اللي بنتفنه إحنا الهدف الأساسي إن 100% من مخلفات يتم معالجتها 100% من مخلفات دي يتم معالجتها ده الهدف إيه اللي موجود أرض الواقعة اللي موجود حاليا إحنا وصلنا إحنا لما بدأنا المنظومة كان اللي شغال في عملية التدوير كله اقطاغ الرسمي اقطاغ الرسمي ده كان نسبته اطراح من 10% إلى 12% لما بدأنا تدريجيا والخطة اللي وضعناها ومصانع التدوير اللي تم تنفذها وصلنا لحوالي 25% تدوير هم استثمرنا في البنية التحتية بتاعة المصانع دي في جزء الدولة استثمرت عادة بناءها وتطويرها ولا افتتاح من الأول خالص لا فيه كذا شك الجزء الدولة استثمرت في مصانع تدوير المخلفات أنشأت مصانع جديدة تطورت المصانع القديمة في جزء تراحيته للقطاع الخاص أنه يستثمر ويأهل المصانع دي وهو اللي يشغلها فاشتغلنا في الشقين بالتوازي جزء المستثمر هو اللي طور وجزء الدولة هي اللي عملت المصنع وتراحيته للقطاع الخاص وصلنا نسبة 25% ممكن دلوقت يقول لحضرتك وصلنا 30% لتدوير المخلفات بس مش ده التوجه اللي احنا عايزين احنا عايزين نوزل نسبة 100% تدوير المخلفات بحيث أنه يبقى عندي القيمة الاقتصادية اللي بقول لحضرتك عندي قيمة الاقتصادية المضارف طب احنا بتقول 60 ألف طن يوميا ده نوع واحد من المخلفات مخلفات البلدية أو المنزلية ده نوع واحد اللي هي ايه المخلفات المتولدة اللي هي البلاستيك الأصدير اللي هو الكيس اللي بيطلع من الوحدة السكنية يوميا ده المعدل بتاعه 60 ألف طن يوميا أكبر طب بعد فرز ولا ما فيش إحصائية لده ده طبعا عندنا إحصائية لخصائص كل أنواع المخلفات بمعنى 60 ألف بيطلع منهم مثلا نسبة بلاستيك قدي نسبة بلاستيك قدي نسبة كده قدي وإيه اللي بيتم دفنه برضو ده سؤال المية في المية من المخلفات نسبة المفروزات البلاستيك الكارتون الكنز لا تتعدى نسبة 10 في المية من المخلفات تمام المخلفات العضوية الأكبر بقى نسبة الأكبر الأكبر المخلفات العضوية اللي بيتم إنتاج منها السماد العضوي دي بتتطرح من نسبة 40 إلى 45 في المية من المخلفات زي ايه مثلا اللي هي مخلفات الطعام آه فوق الطعام ده اللي بتتعامل فيها السماد عضوي للأراضي الزراعية النسبة الأخرى وهي الوقود البديل لمصانع أسمنت اللي فيها قيمة حرارية عالية اللي هي الحاجة اللي كاس البلاستيك ده كل الأمور دي اللي بتمثل نسبة 20% من المخلفات كل المخلفات دي بتدخل على مصانع تدوير وخطوط فرس بيتم إنتاج منها كل اللي أنا بقول لحضرتك عليه وبينتاج السمات العضوي نسبة المرفوضات اللي بتروح المدفن الصحية بتفرح من نسبة 20% لـ 25% إيه هي اللي بيروح المدفن؟ المدفن الصحية بعد عملية إنتاج السمات بعد عملية إنتاج الـ RDF أو الوقود البديل بعد استخراج المفروضات بيتبقى مخلفات غير قابلة نهائية لعملية التدوير اللي هي النتجة عملية نخل السمات العضوي النتجة عن عملية فارم المتبقية من عملية فارم الوقود البديل دي غير قابلة لعادة تدوير فبيتم تجوهها لمدفن الصحية ودي غير ضرب البيئة لأنه مبقاش فيها أي سواقع رفيع بتبقى خلاص معالجة فبتبقى نسبة تلوث فيها منعدمة وبيتم توجيهها لمدفن الصحية المدفن الصحية دي وفقا للبنية التحتية هي مصممة هندسيا وبقيا في طبطين لها لمنع كمان أي تسريب لو حصل تسريب بيتم تخطيطها تخطيطها أمنة ودي موجود على معظم دول العالم في مدفن صحية لدفن المرفضات النتجة عن عملية تدوير أكيد الدكتور ياسر عبدالله محجوب مساعد وزير البيئة القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات نورتنا وشرفتنا شكرا لوجود حضرتك شكرا لوجود حضرتك